وصلت البرصة المصرية حصد المكاسب في ظل مؤشرات على استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد وإن كانت الدلائل الأولى قد أصابت المستثمرين بالقلق جراء القرارات الحكومية الأخيرة برفع أسعار الكهرباء والوقود ورغم انتقادات البعض لضريبة العشرة بالماء على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية صارت عملية بدء التحصيل كما خطط لها مع تأكيد آخرين أن هذه الخطوة قد تعد تصحيحا لوضع خاطئ بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب أغلاقت البرصة المصرية هذا الأسبوع على ارتفاع وربح رأس مالها السوقي نحو 5.3 مليار جنيه وسط ضعف شديد في قيم وأحجام التداولات ووفقا للتقرير الأسبوعي للبرصة فقد صعد المؤشر الرئيسي للبرصة المصرية EGX30 بنسبة 2.4% وارتفع مؤشر EGX70 الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة بنسبة 1% أما مؤشر EGX100 فقد سجل مكاسب نسبتها 1.9% وفي إطار حزمة إجراءات لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة بدأت الحكومة المصرية فعليا تحصيل ضريبة 10% التي فرضتها على الأرباح الرئيس مالية المحققة من المعاملات في سوق المال وعلى التوزيعات النقدية كانت الحكومة قد أعلنت أول يونيو حزيران أنها ستعفي توزيعات الأسهم المجانية تماما من الضرائب مع زيادة لحد الإعفاء من ضريبة التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر وفي حين ذكر بعض المتعاملين في سوق الأوراق المالية أن الضريبة الجديدة لن تؤثر على إقبال المستثمرين انتقد آخرون توقيت فرضها يأتي تطبيق الضريبة في وقت رفعت خلاله الحكومة أسعار الكهرباء والوقود لتنفيذ خطتها بخفض الدعم الذي يلتهم خمس الموازنة العامة للدولة وإصلاح الاقتصاد المصري المتعثر في هذه الأثناء قالت وكالة فيتش للتصنيف الاعتماني إن رفع أسعار الوقود في مصر له مردود إيجابي على الوضع الاعتماني للبلاد وذكرت الوكالة أن ذلك يشكل خطوة مهمة نحو تقليص الدعم الذي يسهم في العجز الكبير بالموازنة وصفة هذا العجز بأنه نقطة ضعف رئيسية في التصنيف الاعتماني لمصر لازلنا في الموضوع وللحديث عن تفاصيل أكثر يسعدنا أن تكون معنا رانيا ريعقوب محللة اقتصادية أهلا وسهلا بك بعد التحية أستاذ رانيا ما تقييمك لخطوات الأولى في بدء تحصيل ضريبة الأرباح الرئاسمالية وأيضا التوزيعات النقدية يمكن من المبكر أن نقول العائد من هذه الضريبة ممكن يصل إلى حد إيه ولكن خلينا نقول أن الغاية دلوقتي البورصة المصرية يمكن شافت التأثيرات السلبية على أحجام التداول على مخاوف المستثمرين يمكن توقيت الإعلان عن هذه الضريبة كان مفاجئ بالنسبة لجموع المتعاملين والمستثمرين في البورصة المصرية كنا متوقعين أن ممكن يبقى فيه ضريبة ولكن في وقت لاحق بعد ما نشوف عجلة الإنتاج بالدور بعد ما نشوف يمكن السوق المصري بتدخله سيولة عودة استثمارات مرة أخرى ولكن فجئنا في المرحلة الحارجة دي بإعلان هذه الضريبة ويمكن البورصة المصرية استجابت بصورة عنيفة وصورة سلبية على مدار 3-4 جلسات ما زلنا بنقول أن العائد ليس كما تتوقعه وزارة المالية ولكن هنطرق الحكم في نهاية السنة المالية الأولى لنرى ما ستصفر عنه أو ما ستحصله هذه الضريبة هل هو كما كانت تتوقع وزارة المالية ولا كما إحنا متوقعنا وقدمنا دراسات بناء على أحجام التداول في السوق وعلى السيولة خلال الثلاث سنين الماضية وأثبتنا أن فعلا العائد يمكن مش هيكون بالجدوى اللي بتتوقع وزارة المالية لكن في نفس الوقت سوزرانيا إذا كانت هناك أراء بعض الخبراء الاقتصادين كانت بشكل واضح ضد هذه الضريبة لكن سمعنا أيضا أراء خبراء كانوا في صف هذه الضريبة ترى يعني ما هي مبرراتهم أنا هدرا بنسال واضح جدا يمكن حصل خلال هذا الأسبوع مثلا في البورسة القطرية البورسة القطرية أقر مجلس الشورى رفع الضرائب على المحافظة الاستثمارية الأجنبية دخل البورسة القطرية تعود 15% من خسائرها خلال الشهر الماضي طبيعا نقارن ما بين وضع البورسة المصرية والاقتصاد المصري مع البورسة القطرية أنا بقارن هنا من نتائج القرار فرض الضريبة والغاء ضريبة يعني إحنا كنا بنأمل في الفترة دي أن نجذب استثمارات نجذب سيولة نقدم فرص استثمارية نعرض مشاريع عملاقة في البنية التحتية نطرح مشاريع أو نطرح شركات كبرى في البورسة المصرية يمكن في بداية الشهر نفس الشهر اللي تم الإعلان فيه عن وضع هذه الضريبة كان فيه مؤتمر من أكبر المؤتمرات لعملتها البورسة على مدار تاريخها للطراحات الأولى وكنا بنتوقع أن هذا المؤتمر هيجزد عدد كبير من الشركات الحكومية والشركات الأجنبية لطرح أسهمها أو الشركات العاملة في مصر طرح أسهمها في البورسة ولكن في نهاية هذا الشهر فجئنا بخبر إعلان ضريبة يمكن ده أصاب المستثمرين بحالة من الاستغراب لسه البورسة المصرية يمكن بيقال أننا حققنا أعلى عائد على مدار العشر شهور الماضية ولكن على مدار الثلاث سنين الماضية البورسة المصرية والمستثمر المصري يمكن أغلب المحافظ كانت محققة خسائر كبيرة تتعدى الخمسين في المية نعم برغم حصات هذه المكاسب كما ذكرنا بشكل عام إلا أن أداء البورسة كان غير مستقر يرجح البعض إلى أن بعض الأسهم القيادية هي التي تتأرجح فتؤثر على ذلك ما قراءتك لهذا الوضع؟ يمكن أن نقول تعاملات شهر رمضان بتتسم بالتعاملات الهادئة أحجام السيولة بتبقى معتدلة مازالت أغلب الأسهم بتمر بعمليات تجميع ولكن مازالت السيولة محجمة عن الدخول في السوق المصري فيه يمكن منتظرين مجموعة من القرارات المحفزة بنتمنى أن الحكومة المصرية زي ما اتخذت قرارات بفرض ضرائب وإجراءات تقشفية والدعم ورفع الدعم عن أسعار الوقود برضو نتمنى أن الحكومة المصرية تعلن عن مجموعة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات وبالتالي نشوف أداءه على البورسة المصرية مشاهدين الكرام ربما نتوقف عند هذا القدر لمتابعة البورسة المصرية نذهب إلى مشاهدة هذا التقرير لمتابعة أخبار السوق والبورسات الخليجية ثم نعود لمحاورة ضيفتنا الكريمة